في موضوع آخر مرر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون للحكومة مثير للجدل بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية في قراءة أولى في وقت متأخر من مساء أمس وصوت 195 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الإصلاح الذي اقترحته حكومة يمين الوسط برئاسة الرئيس منويل ماكرون والتي تخطط لرفع سن الثقاع تدريجيا في فرنسا من 62 عاما إلى 64 عاما